لا أريد أي أحد يزعل مني خالص من المطاعم لكي قررت لن أصور أي مكان بيعمل اختراعات ده أسامي غريبة سوسو، زيزي، شيكي، كيكي يالله بينا للاسف مفيش مفر من الاختراعات والأسامي الغريبة في المرة بقول تجرر آخر الاختراعات من مطعم واحد مشوي مشهور أوي في اسكندرية المطعم ده وفتح في اكتوبر قدام مسجد الحسري بالزبط وأول اختراع سوسو يالله بينا بسم الله نفتحه كده بسم الله عبارة عن ايه سوسو ده بقى؟ عبارة عن عيش بتاعهم كده بس سومكو ادخل من العيش اللبناني بيتقسم نصين كده وكل نص بتعمل منه ساندوش عادي جداً بيتحط عليه خيار مخلل، فراخمة شوية، مايونيز سوس كده سبايسي وتركي وفي الاخر بقى لف بقى الساندوش كده حطوا بقى على الشواية، يدهنوا بقى كده للاختراع بتاعهم ويرمي بقى على الفحم عشان ياخد وش كده ويتحمص جامد بعيد عن اسمه يبقى مختلف ومكس تشيز بتتحط عليها ويلا بينا لف يا معلم ونفس الدهنة الجميلة ورمي على الشواية وكل يا معلم ده بالنسبة لي اللي بيحب الجبن يعجب اكتر عشان فيه جبن كده فالساندوش تحسوا ايه بص؟ مليان سامشو ده خطير، سوسو زيزي لحد دلوقتي تمام، تمام اول نخش بقى على شيكي نفس الكلام، لاقيش طبعاً وكل حاجة نخش على المضمون، نقطع كده يا معلم يلا بينا هنأكل شيكي بسم الله ده عالمي، ليه بقى عالمي؟ عشان كل حاجة باين قوي ومفيش مكسات كتير لا 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 ده بالنسبة لي اختراع اما اللي فاتوا حلوين وكل حاجة وبالنسبة لي اكتشاف وجداد واختراع وكل حاجة بس ده بقى عالمي نخش بقى على كيكي واخر حاجة خيار مخلل برضو، فرخمة شوية مايونيز، سوس باربيكيو، ونفس اللفة مع الدهنة هب بقى على الشواية وكل يا معلم بسم الله ده بقى فيه باربيكيو قوي يعني كيكي باين اول سوس الباربيكيو كيكي لطيف بس بالنسبة لي العالمي غالبا هو شيكي كيكي قال لهم بالنسبة لي عشان فيه سوس الباربيكيو طاغي قوي فالسوسات راحت فداهة يعني انا انا اش حايز بتعمل حاجة بالمرة بقى قلت اجرب الكنسبت الرئيسي بتاع مطعم واحد مشوي ليسا دوتشات المشاوي او الترند اللي احنا عارفينه مؤخرا الكفتة شيش طاوك سجوء حواوشي الكلام ده كله جبت بوكس فيه كل حاجة ويلا بينا بسم الله نبتدي باول حاجة بقى الرئيسية ساندوتش الكفتة طبعا كالعادة انتوا عارفين الترند ده اهم حاجة فيه العش بتاعه فالعش بتاعهم بتاعهم هم اللي بيخبزوه زي ما انتوا شايفين يدوب شوية خضار مع بصل مع صبع كفتة وبسم الله فش اي طحين اولا حاجة عليه طعم الكفتة مختلف كفتة من محل مشاوي مش كفتة تي كويه فاهم قصد ايه يعني كفتة مهتمين بقى قوي قولت اللحمة تواب القليلة طعم الشاوي اللي هو بقى الفحم والكلام ده كله باهم لا الصلاح اصبع كفتة مختلفة نخش بقى عشيش الطاوك عبارة عن خضار ماشوي كده فلفل وبصل وبينزل بقى بقطع شاش الطاوك ويلا بينا بسم الله نمص او اجمد حاجة انتوا كاجع فينا بحب الفراخ فهي شاش طاوك معمول من الوراك متبل حلو قوي ومستوي جامد قوي بس حط تحت متبل دي يتخط متبل 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 يجاي مديش طاوك زي مال الكتاب يلا بينا بقى نخش على حبيب قلبي السجوء بتشوي على الفحم وبينزل بقى في العيش ويلا بينا باسم الله سجوء بقى دي نضيف خلطة الخضار اللي متشوح على الجريل اللي على السجوء طعم حلووي تمام حلو بيتحط عليه زبدة كده على الوش وقلب يا معلم عشان يطلع بالجمال ده كله السندوك شماليان كده لحمة كتير الصراحة بسم الله يمتقرمش اجمل حاجة بالحووشي ده حاجتين انه هو صبايسي النسبالي حووشي رازمي وصبايسي ثاني حاجة القلمشاء اللي في العيش من بره بقى الصراحة حوووشي طحفة الجامد بقى في واحد مشوي انه هو تقريبا اول واحد يعمل الطرب في كونسبت السندوكشات دي بسم الله الطرب زي ما انا بحب بالزبط منديل قليل كفتة كتير فده زوق الصراحة اللي بيحب الحوار ده في الطرب هيعشاء الطرب ده مظبوط قوي والمنديل كده خفيف انت بتاكل ايه صباع طرب بالنسبالي زي مع الكتاب والاكلة دي ما ينفعهاش جر ويسك حلال مع الاكلة دي جمضة بقى نبسات الصراحة غير بقى الاختراعات بتاعيتهم الكنسبت الرئيسي عاملين كمان واجبات كده بيبقى رز وكفتة وفراخ حسب ما انت عايز واسعارة برضه في اللطيف فلا المكان ده الصراحة بالنسبالي استهل شير وصيف للفيديو ومنشل لصاحبك انشاء رأي حاجة بالدعم القضية الدعاء نبطة ان نجيب اللي ما يتسموش السلام